اشتركوا في القناة ومنهم من يؤمن بالحسد وربط الجسد ومنهم من هو اكثر من هذا وذاك ترك الحقيقة والواقع والقى بنفسه في احضان الغيبيات من منا لا يؤمن بحقائق وسوابط لها حقها الكامل من التقدير والتوقير وليس ينكرها الا من ترك المعلوم الى المجهول ولكن لا يعني هذا اعتزال الايمان بقيمة العمل وفضيلة الاجتهاد وبزل العرق لان هذا هو ما خلقنا من اجله وكان المعنى الاشمل لهذا هو اعمار الارض دقق في المعاني والصور السابقة كلها نحن الان ندقت في صورة الزميل الكبير الاعلام القدير خال التوحيد صورة للنهاية ده رجل عرفناه يحاول اعمار الارض بالكلمات التي كان يكتبها في كل رسالاته الاعلامية على مدار سنوات طويلة كانت المعاني التي تركها لنا في اخر صورة في حياته وهو يصلي وهو ساجد في مسجد النادي الاهلي رغم الحزن والاسى ما اجمل هذه النهايات رحم الله الفقيد الدكتور الاعلامي الكبير والقدير والصعفي والناقد والانسان المهزب والخلوق الدكتور خالد التوحيد لو تكلمنا على دكتور خالد التوحيد هنتكلم عليه حلقات كتيرة طول عمره كان بيتكلم في برامج اللي كان دكتور خالد التوحيد بيقدمها كان بيتكلم بحيادية تامة لدرجة ان الناس كلها في الجيل الجماهير ما كانتش يعرف دكتور خالد التوحيد هو من اي نادي بيشجع اي نادي هو اكيد كان بيشجع نادي الاهلي لكن الحقيقة ان هو كان بيتكلم بحيادية تامة كان ليه بصمات كتيرة في التاريخ داخل الأهرام الرياضي لما مسك رئيس تحرير الأهرام الرياضي أكيد عمل بصمة واضحة كان عايز يخلي الإعلام المصري دايما كان بيعلمنا أنه فيه أدب وأخلاق في الإعلام المصري فيه تهزيب فيه توقير بلاش نتكلم نخرج على السياق خلينا نتكلم في السياق دايما مع ندينا دايما وراه دايما بأسلوب محترم على المنافس كان فعلا تعلمنا منه حاجات كتيرة جدا كمان كان فيه استاد النيل لو نفتكر زمان دكتور خالد تحيد كان عمل استاد النيل وبدأ يدينا المعلومة اللي احنا كنا عايزينها وبدأ بعدي ناس كتير وراه في موضوع أن يكون فيه استاد داخل النيل الرياضة وداخل كل قناة الفضائية المصرية بدأ نعمل استادات نجيب محللين عشان يقدروا يحللوا مبارات كرة القدم في داخل نادي الأهلي نفس الكلام داخل قناة الأهلي عمل ملعب الأهلي وكان معاه ركباتهم كبار كان منهم الشيخ طه اسماعيل كان متواجد معاه في هذا الوقت لما كان الدكتور خالد تحيد بيقدم ملعب الأهلي اشترك في زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة ده كان ملعب الأهلي في وقت ملوات كان الدكتور خالد تحيد رحمة الله عليه هو اللي كان بيقدمه في ملعب الأهلي وكان عامل حالة إعلامية جميلة لملعب الأهلي بصراحة اشترك في كمحل الرئيسي في سيوديهات قناة الار تي ترقص إن قناة النادي الأهلي مرتين في تاريخه عشرين عشرة وفي عشرين تمنتاشر بس في حاجة مهمة قوي كان عضو لجنة التقييم الأداء اللي كان بيرقصها الإعلامي الرائد أستاذ فاهمي عمر واللي منوطة بتقييم الأداء الإعلامي سواء زاعي أو مرئي أو صحافة لكن بسبب إن هو بقى رئيس قناة النادي الأهلي السنة اللي فاتت طلب إن هو يستقيل عشان يخرج عشان يتنين متعارضين مدى الأخلاق ومدى الاحترام ومدى الروخي في الدكتور خالد توحيد كلمات كثيرة لو قعدنا نتكلم عليه كتير أنا بديكم نبزات سريعة في حياة دكتور خالد توحيد هنتكلم عليه مراحل كتيرة جدا 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 قال لي في كتب قال لي في كتب وكان من أهمها كلام في كرة القدم خمسين سنة كرة سنة تمانية وتسعين إدى الكتاب ده لكن خلينا نخرج لتليفونات أو نخرج لأصدقاء الدكتور خالد توحيد العشرون في المهنية الصحفية اللي هو كان من مجال رائع لي معانا ومعاكم الإعلامي أو الأستاذ محمود صبري الصحفي والناقد الكبير بالأهرام بجريدة الأهرام